ربما سؤال في ناحية أخرى مع الأستاذ دكتور شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا وشرق الأوسط في شركة أكتس للاستثمار المباشر دكتور شريف هناك إنفاق حكومي سخي في الواقع على البنية التحتية ربما دخل فيه القطاع الخاص بمشاركة كبيرة الأرقام تتحدث عن 7 تريليون جنيه ربما كانت حصة القطاع الخاص فيها حوالي 90% وهي نسبة كبيرة جدا هذا يعطي زخم أكبر لشركات القطاع الخاص أن تدخل بشراكة أكبر مع الصندوق السيادي وتحدث هذه التوأمات التي نبتغيها على نطاق أوسع في الفترة المقبلة كيف يمكن أن يحدث ذلك التناغم بشكل أسرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعاً أتواجه بالشكر للإصدافة والمشاركة في هذه الجلسة المهمة خليني أرد على السؤال بتحضرتك بطريقتين أولاً أنا عايز أتكلم سريعاً على من منظوم أو من وجهة نظر الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي دور الصندوق السيادي في تحريك عجلة الاستثمار في مصر أنا بشوف أن دور الصندوق السيادي الرئيسي هو تعميق الاستثمار المباشر الخاص وتحسين نوعية الاستثمارات التي تأتي إلى مصر وحبدا الأول بدور الصندوق في تعميق الاستثمار الخاص فهناك العديد من القطاعات اللي لها جدوة استثمارية مرتفعة وخاصة في مجال البنية الأساسية في مصر وبتكلم على البنية الأساسية هنا من المنظور الموسع مش المنظور التقليدي بتاع فقط مشاريع الطاقة والطرق وما إلى ذلك ولكن المنظور الموسع اللي بيشمل أيضاً البنية التحتية الاجتماعية التي تتضمن القطاع الصحي قطاع التعليم وحتى قطاع الخدمات المالية دور الصندوق في وجهة نظري هنا هو الدخول في تحالفات استراتيجية مع المستثمرين اللي عايزين يخشوا في هذه القطاعات وإتاحة الفرصة الاستثمارية التي قد تكون غير متاحة من الأساس لدخول المستثمر فيها والتسريع من وطيرة تنفيذ هذه الاستثمارات بشكل فيه وين وين بشكل فيه فكر لتحقيق عقد استثماري متميز للمستثمر الخاص أو الأجنبي مع الاحتفاظ بالحصة الموجودة للدولة عن طريق مشاركة الصندوق السيادي وهنا أتطرق لنقطة دور الصندوق في تحسين نوعية الاستثمار الذي يأتي إلى الدولة مما لا شك فيه أن الكثير من الاستثمارات التي جاءت إلى السوق المصري في الأوقات السابقة كانت استثمارات في شكل سائل أو سواء كان ذلك في أدوات الدين أو عن طريق محافظة استثمارية قصيرة الأجل أنا بشوف أن المرحلة القادمة دور الصندوق دور مهم جدا لجذب أو استهداف الاستثمارات المستدامة استثمارات مستدامة لها بعض طويل الأجل بينتج عنه نتائج تنموية عن طريق النمو في الاقتصاد الكل وتشغيل فرص تشغيل وتوطين لصناعات عديدة وإحنا كمستثمر أجنبي بيعمل في مصر من أكثر من عشرين سنة استثمارنا في مصر على مدار الـ 12-13 سنة اللي فاتت ما يزيد عن مليار دولار على الرغم من وجود في هذه المرحلة العديد من الظروف الصعبة سواء كان عالميا أو إقليميا وإننا قدرنا نعمل دليل لأننا مستثمر طويل الأجل عنده الاستعداد أنه يكون له تواجد بشكل طويل الأجل وبيبحث عن عوائد استثمارية تتواكب مع الأجل الطويل لهذا الاستثمار وهنا أعتقد أن الصندوق عليه مسؤولية رئيسية أنه يساعد المستثمرين في استهداف قطاعات تستفيد بما يعرف به الساكيلر ميجا ترانز أو الأنماط الاستثمارية الغير مرتبطة بشكل رئيسي بوضع الاقتصاد الكلي ولو نبص على الساكيلر ميجا ترانز اللي تم الإعلان عنها من بعض المؤسسات العالمية في 2022 سنلاقي أنها تتطابق بشكل كبير جدا مع العرض للأستاذ أيمن أشار إليه في البرزنتيشن بتاعته وثلاثة بشكل سريع جدا التحول التكنولوجي والرقمي لمجابهة الاختناقات الموجودة في سلاسة الإمداد العالمية والاضطرابات الموجودة في الاقتصاد الكلي والسياسات المالية التضييقية في الاقتصاد العالمي تعميق وتطوير الخدمات الصحية وتوفير منظومة صحية فعالة لمجابهة أي تحديات صحية أخرى ممكن تيجي زي ما كلنا شفنا من خلال جائحة كورونا والاقتصاد الأخضر نحن عندنا النهاردة تركيز كبير جدا على الانفيرومنتل ساستينبليتي الانفيرومنتل ساستينبليتي ونحن بصدد الدولة بصدد تنظيم النسخة 27 من مؤتمر المناخ أعتقد أن مصر عندها فرصة متميزة جدا أنها تكون هب أو مركز إقليمي للطاقة النزيفة في منطقة شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط فأعتقد أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة في الفترة السابقة لتطوير ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية دلوقتي جاء الوقت أنه يتاح الفرصة للاستفادة من هذه الاستثمارات عن طريق تكوين شركات موسعة لتعميق دور القطاع الخاص في الدخول فيها ويمكن قطاع الطاقة مثل يحتزى به هنا لو نرجع بالزمن ل7-8 سنوات فاتت دور الطاقة المتجددة في مصر كان همشي أو صغير جدا النهاردة الطاقة المتجددة تمثل جزء كبير جدا أو جزء مهم جدا من إجمالي قدرة تولدية في مصر كل المشاريع دي قام بتنفذها القطاع الخاص فأعتقد أننا عندنا فرص متاحة كثيرة جدا لإعادة تطبيق مثل هذه التجربة مع القطاع الخاص في شتى المجالات الأخرى في البنية الأساسية وزي ما قلت البنية الأساسية بمنظورها الموسعة السيد أيمان نتكلم على برنامج مشاريع تحليط مية البحر وده أعتقد هيكون محور غاية في الأهمية ولكن بالإضافة إلى ده عندنا البنية الأساسية الاجتماعية زي ما قلت من صحة وتعليم وما إلى ذلك شكرا جزيلا دكتور شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا شرق الأوسط في شركة أكتس للإستثمار المباشر